السلام عليكم ورحمة الله اخواتي الاعزاء شرفتونا ونورتونا على صفحتنا النهاردة هنعمل إسبريسو ريت فيلفت او نسبريسو ريت فيلفت احنا بستخدم إسبريسو مكان الميا وممكن تستخدم لو عندك قهوة امريكاني او عاوز تعمل نسكة فيه نفس المقدار 160 ملي خوشوا معانا نتفرق نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنعمل إسبريسو ريت فيلفت او إسبريسو ريت فيلفت حسب ما تحبوا 400 جرام دقيق 400 جرام سكر خشن 160 باتر ملك الباتر ملك ده دي اللبن الرايب لو ما عندكش ممكن تستخدم لبن رايب 95 جرام ملي اللي هو شوت بتاع الإسبريسو من الماكانة بتاعت الإسبريسو او قهوة لو انت عاوز 4 جرام لون أحمر 8 جرام كاكاو 5 جرام بيكينج سودا 5 جرام بيكينج باودر 4 بيضات كاملين و 160 جرام زبدة صيحة 160 جرام زبدة صيحة نحط الدراي ايتم مع بعضه زي ما تعلمنا كل الدراي ايتم مع بعضه واللون مع الكاكاو مع الدقيق مع البيكينج باودر مع البيكينج سودا وفي حل على جام هنحط الأربع بيضات و 160 زبدة صيحة و 400 جرام سكر خشن دي نعملها في البيت مش محتاجة مضرب ولا كهرباء ولا أي حاجة الموضوع زي ما انتوا شايفين مش محتاج مضرب ميكسر يدوي وزي في ان شاء الله في ما بتاخدش اكتر من 3 اربع دقائق انتوا عارفين لازم ندوب السكر مع البيض ان هو ده اللي بيهيشه فدي اول خطوة احنا بنعملها البيض مع السكر دي اهم حاجة اللي بيفتح مسام السك البيض وبيتدخل الهواء فبيديله الفوليوم بتاع الارتفاع واحنا معانا بيكنج بودر بترفع العجين ومعانا بيكنج سودة بتفرش العجين فيبع عندك الكيكة تماما زبدة سكر بعد كده بضيف البتر ميلك قولنا البتر ميلك ده اللي عاوز تعمله بتغلي كيلو لبن وتحصر عليه لمونة بيقطع هو ده البتر ميلك والافضل خل انا ميحبش اللامون اولا بعد كده في ناس بضيف الاسبرسو دي من المكناة جاهزة او عاوز تحط ينسكافيه براحتك انا بحط لازم بنخل اي حاجة فقا كاكاو بالافضل تنخلها عشان الكاكاو ساعات معا دي بيكالكع كده تيجي تاكل الكيكة ما تحسش ان هي تحس ان هي مرملة معاك فالافضل زي ما انت شايف تنخل كله مع بعضه وبتقلب بدي الكيكة بص طبعا الافضل استعمل نوع بقلب شوية يعنيش بحط كل المكهامات مع بعض الافضل استعمل نوع كويس من اللون او شركة معتمدة لان فيه الوان صناعية مش صحية فالافضل اشتغل اه دي عشرين جرام خل الابيض عشرين جرام خل الابيض دي اخر حاجة بحطها لهو الخل الابيض ده بيسبت اللون معايا زي ما انت شفت بحطها في فرما دي مقاسة 24 سنتي تمام والبقى انا هعمله كوب كيك بقى هتطلع حاجة الفرنة مسخنها على المية والثمانين ونجهزها قبل ما بيشتغل بزبطها كده على المية والثمانين ونشوف هتاخد في حدود ممكن 40 دقيقة ده الشوية الصغيرين البقىين انا عملتهم كوب كيك زي شايفين طالع هايش ازاي ودي الكيكة بعد 40 دقيقة او 35 دقيقة زي ما انتم شايفين وبالهنة والشفة وان شاء الله تعجبكوا واتمنى تتابعونا ومش هقول لكم لو عجبكم الفيديو لازم تعملوا لايك ما عجبكمش تعملوا ديسلايك ولو عندك اي كومنت يفدنا ياريت ما تبخلش بتعليق علينا شرفتونا ونورتونا على صفحتنا اخوكم احمد عبد السلام يونس ليه تتعب اكتر اما ممكن تتعب قلب احمد عبد السلام احمد عبد السلام